المجد والخلود زرع الفتنة والعنصرية والجهاوية ماذا يكون هذه الناس؟ ماذا تبنت العنصرية هذه؟ خرجوها ماذا يجبونها؟ ناس قداماء ناس في البلاطوات لعابين يدعاء ويقولون لك نحن كان باللومي لا لا تكلم على الجهاوية لا تتكلم على خالف روغور ما كان كاليفكاسيو كالكاتر باندو كوب دي موند من تبليسة باللومي كنت سيريون وما تسمى هذيك تبليسة ما تتكلم؟ ما تتكلم؟ ما تتكلم؟ ما تتكلم؟ ما تتكلم؟ أنا لا أتكلم؟ ما تتكلم؟ سيخرجوك من جزائر كلاكاكاكا ومعوا حمص ولكن لم يجصل الحمص لم يكن هناك الضغط لنا لقد كانوا يظلوا يعيطوا عليك يلعبوا 100 مم كان محيوز وكأن لم يكن هناك تكلم على لعابين كانت جيلتاك نكمل في 78 في 78 سيفينين كملت مدخل روحك في الجيل الثمانينات ومدخل روحك في الجيل تكذبوش ومدخل روحك في الجيل ومدخل روحك في الجيل الكذب كمل والشعب اثهم الكذب كمل والشعب اثهم هذا اليوم كنت أقول لك لا أنت هو قويدر الضدام أنت أريد أن تقسر قويدر الضدام نحن نقول من الذي تسبب كل ما هو في هذه الاتحادية لجنة العقوبات واللجنة مننا ماذا جمعتوا ناس اللي كانوا في السلطة وكانوا ساكتين على الفساد تسبب وكانوا ساكتين والصحافة ساكتة وكانوا الساكتة كيف كانوا يهدر؟ كانوا ساكتين على المزارة أريد أن يقوموا مزارة كانوا ساكتين على المزارة الحمد لله يا ربي أريد أن يقدموا الأنس ديسانب قارابين الإسرائيل الماسونية بطريقة يعرف أغيه مابرك كنت نهدر فيها ومشي تاني اليوم نهدر كنت نهدر فيها وروحوا شوفوا الفيديو رحوا شوفوا الفيديو تعالى العامليفات تعالى العامليفات تعالى ليمسي ياريس كا في قساطينة مشي اليوم نهدر أعمال اليوم لمحاربة العنف وأعمال الشغب في الملاعب الجزائرية على الجميع أولا تصحيح الخاطع الفادح الذي ارتكبته وزارة الشاببة ورياضة السابقة وهو الهادي ودعلي مع حداد مع الناس قال لي كانوا مساندين الناس قال لي كانوا مساندين قال ان شاء الله بربي في لابو بال قاعدوا يتروحوا الابوبة ان شاء الله في الدخل في حق كرة القدم في الدخل لها الفاضح في تسيير شؤون الاتحادية وإبعاد رجال وإطارات يعرفون جيدا المشاكل وخبايا قطاع بفضل كفاءتهم وخبراتهم الطاويلة في التسيير سمحت لهم من تطبيق قوانين صارمة وضرب يد من حديد حتى أطلق بعض السفهاء والأغبياء والجوباناء على السيد الرئيس السابق سيد الحاج محمد راوراوة بالدكتاتوري سيد الحاج محمد راوراوة وعندما وصلنا وصلنا البيت المقصود وصلنا وصلنا وين شنا كيفاش كانوا كاينين أغبياء صحافة كانوا ناس كان هذو اللي ما يهدروش اللي ما يهدروش كما نقولو نحن هذو المسؤولين في القيطاع الرياضي ما كانوا شو ما يهدرو بسع كانوا طالقين كانوا طالقين كلابهم ينبحوا كان يقول لك الديكتاتوري الديكتاتوري الحاج دي هذو اللي ما هذرو أوجوه الشويدة هذو اللي ما يلي ربي ربخشكم قاراكم تلعبو قاراكم ديرين جب جب زيب وجب سعلب قاراكم ديرين جب زيب وجم سعلب قاراكم خايفين جم زيب وجم سعلب كما ذاك موراد موطعجين كان يدعم فيه زدشي ويدعم فيه ماجر احنا على بنا ميكو دي بيتي ما طلقت تحوانيت ما طلقت ووالو ما قديت كل شي دلت العجب والمعجب أما لليوم ما تجوش تقصرنا دين دويت ما تجوش تقصرنا دين دويت نعرفوا سوال احنا فايقين بكم وكانوا عدوا اللي وكانوا يقول لك ديكتاتوري ديكتاتور لكن وين لكن لكن تم تعويضهم باشخاص اكثر من ديكتاتوري اللي كانوا يهضروا عليها وبدأت المهازن والفضائح والاستقالات الكفاءة والاطارات تتولى مما اثار سلب على كرة القدم وانولو يتهموا هذك تردح هذك مهر أخو كان عقله بالشيخ كان يدلوك زاد شيء عجل السيكيريتي وطرد ما تخليش جيب كل شيء جديد وهذه اللي هردتنا يا تاكل جديد هاوين هردت راح جاب صحفيين جميع اللي كان يهدر حاجة مليحة راح جابه جميع اللي كان اشيو تالي 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 جميع اللي جابه شكارا هاك درتلي حملاء ولكن positions هناك هناك خدقات نهم لا تخすごين قترك سلبا على كرة القادمة الجزائرية وكثرت الاخطاء وواق تسببوا في الانش dependence بين الرؤساء والأندية وأنصار الأندية بسبب قرارات غير مدروسة فضل عن قرارات أخرى قد تؤجج من ظاهرة العنف اليوم أصبحت كرة القدم الجزائرية تهدد سلم المدني في جميع المدن الجزائرية فعلى الناس اللي عندهم كفاءة التدخل قبل فوات الآوان بإيقاف البطولة إلى إشعار آخر مع إبعاد جميع الأشخاص الذين تسببوا فيما وصلنا إليه وإحداث نهضة حقيقية في كرة القدم بتنظيم انتخابات حرة ونزيعة بدون تدخل لاوازير ولا أي شئ ألي أحد من هذا الناس لتعيين الأشخاص توحم اليوم لازم يكون نكونوا متفتحين لازم نكونوا خموا بريسة لنا نشوفوا زجي كيفاش جاب نشوفوا شكل إيجابة شكل إيجابة وشكل إيجاب 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 إيجابة كامل مهوي وزين عامر وفيسا وذك دحماني هذاك اللي كان يلعب في الحراش هذاك اللي بيع سكنة عمرته مع شكل إيجابة كانوا يطاقوا في الحاج ورافق واحد كانوا يطاقوا في الحاج كانوا ينبحوا كانوا يباتوا ينبحوا يكمسوا من 6 عشية حتى العشرة على الليل نبيح لازم ينبح باش من يكمل يعطوا هيكل هذا كامل ما هو إيجابة لهم قلهم غادي يجي النهار ونكونوا ندوروا في ألجي الشعب يقول لنا لا يكثر خيركم ويطول في عماركم شا درتو والله يعطيكم صحة بصحة اليوم الشعب لا يقولكم الله ينعلكم وينعال الرأسة أو والديكم قاكي ما درتو عايوة باش نقول حالكم عايوة أنا هو أحمد ونسكن في عين تادلس وما على الباليش قاب بكم وينحاطين اليوم تومى اللي صنعتوا الطارق باش جاءوا ناس مفسدين تومى الصحافة المرتزقة والخواناق اللي ما على البالهم لاب الشامبيونة لابلكي منصول لابلهم دراهنبرك أخوانتو درتو كلش دي معنى عجرد حاجر مش حاجر للبرزيدو شواكر على البرزيدو ديرين كلش وصنعتو الطريق ناس مفسدين لذا حدد وجمعتو باش جاءوا ربضو شكارا يا وجه البخص صح اليوم رانا موراكم أنا من هاللول راني موراكم أنا مشي غير راني مدو ميترز وانا موراكم خاتش خاتش كاي الناس يميزو يقولك هذاك راجل ولا جايا كاللي ميشوف كي وجهك بيزا شتاعك يعرفك راجل ولا جايا أما لحنا من هاللول عرفناكم بلي جياح ما بيكمش الخير تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار سلمية سلمية شاء الله يا ربي شكرا للمشاهدة